بكتور حسام، السؤال اللي جاي لك هو سؤال مكرر بصراحة وهو الصورة الزهنية عن نادي الزمالك ودي الصورة اللي بتخلي بعد كده أمور تسويات دخل فلوس لنادي الزمالك اللي تخلي نادي الزمالك الرعاب يقربه من نادي الزمالك علاقته بالجران الأندية والاتحادات عاملة ازاي؟ في صورة زهنية محتاجة أو يبدو إنها محتاجة تتحسن عند الناس نادي الزمالك كاسم طبعاً نادي الزمالك كاسم كبير وعظيم عند كل الناس بس الصورة اللي بيسموها البراند ايميج يعني الصورة التسويقية صحيح صحيح ملف خطير قوي وده بداية الملفات حقيقة وانا شايف هذا الملف مش صعب ليه مش صعب؟ لأنك معك أو انت اللي معه نادي الزمالك انت محتاج بس تصدره بهذا المشهد الزمالك تصدره بهذا المشهد القوي البطل العملاق اللي بيسترم الآخر من الآخر ده عضاء الجمال العمية من الآخر ده الجماهية من الآخر ده الأندية الأخرى من الآخر ده الهيئات الرياضية من الآخر ده مؤسسة دولة المصرية لازم تعمل كده انت مش منعزل عن العالم من الآخر ده الفيفا اللي انت كل يوم عندك قضية هناك بشكل موجودة لازم تحسن هذه الصورة طب نحسنها ازاي الصورة دي موضوع نعم مش اختراعها نحسن هذه الصورة بالتواصل دائما بنقول ايه حتى في مجال عملنا صعب نضمن بيقى بلا مشاكل وبلا اخطاء مصعب تضمنها لكن تضمن اذا احدثت او تواصل مع الاخر فتعرف تحل هذه المشاكل طيب انت محتاج تتواصل صح تتواصل دلوقتي مع اللاعبين اللي انت فيه قضايا مرفوعة تواصل معاهم لما توعد على الترابيزة كده وتتفاوض هتوصل لحلول يعني عزو لك ايه ما اشتغلنا اشتغلت قبل كده الحكاية دي جربناه واشتغلت يعني يعني نفع هتفيش مشكلة خالص في اللجنة اللي كنت شغالين معا اه اتعاملت يعني وعلى فاكر برضو مش اصل على لجنة متاعتنا بس في اي مجال السابق في اي مجال السابقة اذا عملوا كده لان برضو بتجيب نتيجة الناس عايزة ايه من بعض غير بنا تواصل وعندنا مش فتاة نقول نحلها لكن ما نقفلش ودهنا بقى ونغمض قانين اقولك لا لا يما هما حسن ما يحبوا لا لا دايما اللغزة عندي انه الزمالك لو تعملنا معا انه هو مش منتجة بس الزمالك بيقدم حاجة لعدد كبير من ملايين الناس انا دايما بقول له وانا معايا منتج ببيعو اي منتج وعندي ألف واحد بيحبوه حبقك واكسب فلوس كويس ألف واحد فالزمالك ده اللي عنده ملايين من المشجعين كيف يخسر نادي الزمالك ويبقى عنده أزمات ملايين دايما سؤال ولغز بالنزل ما هو برضو داي برضو بيخلينا نكمل السؤال الأولاني برضو الصورة الزهنية برضو فده اللي هنيجي با نقولك بقى المرحلة بقى التانية هل انت برضو تاني بتحترم عقودك يعني لما تيجي كمستثمر تقعد معنا دلوقتي تقولي ان هعمل كذا في الخير خمس سنين وهيقض منك كذا وتديني كذا نسبة كذا فانا احترم العقد معك خلاص يبقى ده صورة زينيها صحيح كويس يبقى انت هتيجي تستثمر معايا مرة تانية صح وفي نفس الوقت المود العام بقى بتاع الجمهور بتاع لازم يشعر الجمهور من تقوتك الحقيقية في جمهورك يعني ده القوة الحقيقية اللي تمتلكها صحيح عارف اللي هي الروح العامة كده روح مبسوطة لما انت بتسافر مكان بره مبسوط تروح تشتري صح بتشتري عشان انه مبسوط مش انت عايز الحاجة صح فبالتالي لما المود العام ده يتضبط هتلاقي الناس بتروح بغزارة غزارة بقى جمهور الزمالك العظيمة تشتري بقى المج اللي قدام حضرك دوت تشتري التيشرت تشتري ألم يكتب عليه اسم الزمالك ليه في مود عام حلو ناس مبسوطة بالحالة اللي موجود في هذه زمالك فإذا غيرت هذه الصورة الجمهور قاعده مستعدة وطول وعلى فكرة مش بس جمهور المصر احنا اليومون دول بنلاقي ناس من بره مصر كتير بيكلمونا بتواصلوا معنا عشان موقف الانتخابات الحالي يبقى انت عندك جمهور مصري وجمهور غير مصري بغزارة موجود في الوطن العربي ولو سفرت دولة اي دولة عربية هتلاقز من الكبير ما شاء الله يعني سد وان الشمس يعني طبعا كويس فانت هتستغل هذا الحب وهذه الطاقة الكبيرة جدا 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 وانس انت غيرت الصورة دي وغيرت المود العام بتاع الجمهور عافة نفسي شوف الزمالك يرجع تاني ناس الزمالك اللي كان الناس بيحبوا يشوفوه في الخليج لو حيلعب مباريات انا تصور انا معرفش ده يعني والزمالك يقدر ياخد في المقابل دوت والزمالك يرجع تاني منتشر في الوطن العربي كله هو عن فكرة وده يعني مش عاوز اقول ده مش حلم حقيقي يعني ده واقع قريب جدا بس عايز نعد نشتغل شح فيه فرق بين احنا نعد وعندنا مشاكل انا وانت عادي نحل في مشاكل الستوديو شح او نعد نبدع في الستوديو انت بتعمل ايه فيهم مية في المية احنا بنستهلك وقت كتير جدا من وقتنا في الزمالك في حل المشاكل طيب لكن الوقت دوت ما بنستخدموش ولا نستغله في الابداع عارف دكتور حسامر بمناسبة لانت وقت ده مرة كنت في انترو وقلت والله العظيم يا جماعة احنا ما نفسنا انا وغيري ما نفسنا نيجي نقول انه والله الزمالك عنده المشاكل فلانية ومشاكل فلانية ومشاكل بالعكس ده احنا نبقى فرحانين لو انا عندي خبر انا راجل اعلامي وعندي خبر النهاردة الزمالك يواجه فريق مش عارف ايه في الدولة العربية الزمالك كسم مش عارف ايه ده بالنسبة لي حتى هيبقى حاجة عظيمة جدا ما حاش عايز يتكلم في مشاكل ودايما يولام يعني قبل كده يولام على الاعلام انه الاعلام احيانا يبقى ضد الزمالك هو مش ضد الزمالك هو الزمالك زي ما حراك لسا قيل من شوية احيانا المشاكل هي اللي بتبقى من جوه يعني انا بس هختلف معاك شو بردو فضل ملف الاعلام في الزمالك محتاج اعادة تأهيل وهيكلة بردو لا لا محتاجين نظر ليه بقوة بمعنى ايه بمعنى احنا محتاجين اداريا نفع نفسنا شوية في الزمالك هاي والاخبار اي عمل فيه اي عمل فيه مشاكل صحية قدرة القائمين على العمل في الحفاظ على هذه المشاكل داخل المؤسسة مش خارج المؤسسة دي قدرة الناس المسؤولة نتفق فالاعلام اه عايز ياخد الخبر ويتكلم عنه طبيعي يا دكتور حسين طبيعي احنا محتاجين دايما نظهر الحلو بتاعنا بس ممتاز ما نظهرش حاجة تانية ممتاز عشان الاعلام يعني يتناول هذا الخبر صحيح اما السيء خليه احنا عندنا حلو جوه مية في المية ما نطلعوش بره في حالس عارف احكاية متفقين مش مختلفين معا متفقين دعني لا اه كويس اعلاميا بقى بره احنا عايزين الاعلامي ما يتكلمش مسلا عن عارف من ان واعظم الصفقات بتبوز بسبب الاعلام مش عارف مين جاي الزمالك اسألك دكتور حسام هو ده لسه كنت اقيله وده رد على الحراك لسه اقيله هو مين اللي طلع للإعلام انه الزمالك مثلا بيفوض اللعيب الفلانجي معا برضو الإعلامي مش ببقى جوا نادي الزمالك العالمين الشطار برضو بيروحوا برضو ينكشوا جامد 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 على فجأة دع على فجأة دكتور حسام انا خطي في جزائية تانية بس ده بيحصل في العالم كله يعني الناس بتدور على الأخبار متشارسة نايتدو على فنسو على بيرسان جيرمان وتلاقي رومانو ده أشهر صاحب العربي يقولك لستورح بكرة الناس ما هو ده شغل الإعلام انت بقى قدرت تقفل الكلام ده على نفسك يبقى انت نجاح باهر وانا ما فيش شك برضو المسؤولين في النادي لازم برد تكون عندهم هاتيك قدرة برضو وحيطة تسريب الأخبار دي والظهور الإعلامي يعني انا احنا كنا أسناء اللجنة بنظر أهلمي شوية على أساس برضو كانت الدنيا رايلة جدا والمشاكل الكثيرة جدا صحية دايماً بتضغط علينا نوضح 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 لكن احنا عقضين النية في المرحلة القادمة اذا وفقنا في الانتخابات ان احنا هنكون في بيتنا مفيش بقى يعني ممكن يكون ده اخلقاء بينه وبينك بعد كده ممتاز رغم النز مننا حسام زايد لطي بيقول لي في البيسة هو بيقول لي كريم حرم عليك أطاعة أطاعة رزقين على شغل الأعلمة وأما حاجة بالنسبة له الخبر يعني ده سيهمينها طبعاً صالح نجزة هو بيتشاطر هو بيتشاطر هو بيتشاطر